الاهلي ومنتخب مصر طيب قبل طبعا هنتكلم مع الكابتن واقل النهاردة كان فيه خبر النهاردة الصبح بصراحة يعني صحينا عليه خبر كان حزين جدا يعني اصابة اولا الكابتن ربيع سين بفيروس كورونا وتتبعياته ان كمان اكتر من يمكن الفترة الاولى قاله 17 لعيب من منتخب مصر للشباب اللي سافر تونس يمكن من ايام قليلة بيستعد طبعا لمشاركة مشاركة بطولة شمال افريقيا المؤهلة طبعا لنهايات بطولة الامم الافريقية في 2021 اللي حتقام في موريتانيا كان المفروض طبعا يعني بكرا ان شاء الله كان المفروض معاد اول مباراة في هذه البطولة امام المنتخب اللي فجئنا بطبعا اصابة الكابتن ربيع بفيروس كورونا وتبعه اصابة اكتر من 13 اللعيب لمنتخبنا عايزين نقول ان كانت مفاجأة كبيرة جدا ومفاجأة صعبة جدا ان منتخب الشباب هذا الكم الكبير جدا من اللعيبة اصيبه بفيروس كورونا المفروض المباراة بكرا هل هيتم تأجيل المباراة هل يعني كابتن ربيع ياسين كمان قال ان هو يعني لازم او بيطلب بالشكل جد جدا اعادة المسحة وخاصة ان يعني البعثة من ايام قليلة سفروا من القاهرة الى تونس اكيد كان فيه اجراءات احترازية كان فيه كشف كورونا في مطار القاهرة وكذلك فيه مطار تونس ودخلت البعثة بدون اي مشاكل ولكن المسحة الاولى للاتحاد التونسي طلعت ان فيه اكتر من 13 لعيب بالاضافة طبعا للكابتن ربيع ياسين اصابة لكله العدد الكبير دوت في الوقت ده يعني مشكلة كبيرة جدا جدا للمنتخب الشباب هل هيتم تأجيل المباراة احنا عارفين طبعا الفيفا والليحة البطولة بتقول ممكن الفريق يلعب ب11 لعيب وعندهم اربع احتياط يعني انت بتتكلم في مقبل 25 لعيب دلوقتي لو تم فعلا يعني يمكن كابتن ربيع قال فيه مسحة جديدة لو تم المسحة دي والعدد زاد عن 13 او 13 اعتقد هتكون صعبة جدا جدا اللعب المباراة وممكن يرجعوا مصر تاني في الاول حاجة طبعا بنتمنى شفاء العاجل لكابتن ربيع ياسين وبنقوله الف سلام عليك ويمكن كابتن ربيع ياسين يعني من اوائل الناس اللي كان مستني فعلا دورة شمال افريقيا وعايز يلعب وبيعمل كل حاجة انتم يمكن بتتابعوا هنا مدخلات كابتن ربيع ازاي حتى بيكلم في مدخلات تانية بقلبه وازاي بيشتغل على منتخب الشباب ده بالذات فبالاول حاجة بنقوله الف سلام عليك يا حبيبي تقوم بالسلام يا رب انت واي حالة مصابة في منتخبنا اسمعنا كمان ان في حالة في تونس بس في منتخب تونس الف سلام على كل المصابين ده مبدئيا النهاردة اليوم السادس ليهم في تونس النهاردة مسئولية منتخب مصر للشباب كانوا تقريبا يعني مش في حالة قلق فحالة من الشك خلينا نقول الشك الكبير كمان طلبوا انه هما او يتدخل ايهاب فهمي ايهاب فهمي السفيرة المصر في تونس سفرنا في تونس علشان يتم اجراء مسحة جديدة للعبت المنتخب في معمل جديد يكون معتمد قبل ما يتخد اي قرار في مصير البعثة خاصة انه كان فيه النهاردة اتجاه كمان انه اللعبة ترجع مصر طبعا الخوف عليهم وسلامتهم اهم من اي لعب دكتور اجرف صبحي وزير الشباب والرياضة في السياق ده كان بيقول من شوية قبل ما نطلع هنا من شوية اه يعني انه المصابين او حالة المصابين في بعثة منتخب مصر 13 فرد وانه تواصل مع البعثة فعلا بالتليفون واطمأن على المصابين وعلى كابتن ربيع ياسين طبعا على رأسهم وانه هو طبعا بيتمنى شفاء العاجل لكل المصابين بعد طبعا ما بيتم تطبيق بروتوكول العلاج الطبي اللازم دكتور اشرف صبحي الحقيقة كمان النهاردة كان فيه تواصل ما بينه ما بين سفيرنا في تونس السفير ايهاب فاهمي عشان يبحث اذا كان بقى هيتم احنا بقى مش عارفين هنا المنطقة بيرجع بكرة فيه موضش مهم جدا ما بيننا وما بين ليبيا هل المنتخب هيرجع هل المهمة هتستكمل وهو ده يمكن اللي هتحدده يعني ممكن حتى يقول لنا بعد شوية كده على الاربيس اذا كان هيتم يعني ايه الموقف المنتخب بالوقتي يعني احنا اللي حد دلوقتي مش عارفين موقف منتخب مصر للشباب في الدورة دي هل هيلعب هل مش هيلعب حالة الشك حالة القلق دي هل فعلا مصابين بجد هو طبعا نخلي بالك هو الاتحاد التونسي غير مصر عمل مسحة لكل الفرق المتواجدة طبعا المفاجأة الكبيرة كان العدد الكبير اللي ظهر على لعبة يعني فيه حالة واحدة بس في المنتخب التونسي كمان الدكتور أشرف صبح يقال ان تمت مخاطبة الجانب التونسي على اساس الاتحاد التونسي انه تأجيل مباريات المنتخب في التصفيات دي لكن احنا زي ما انت قلت احنا لغاية دلوقتي منتظرين الرد الرسمي المشكلة كمان اللي حصلت ان يعني في بعض الناس قالت أوريدي حيبعثوا طيارة خاصة عشان تجيب البعث اعتقد ده الكلام ده غير صحيح لان لغاية دلوقتي فيه محاولات جادة من الكابتن ربيع عسين انه يعمل مسحة تانية علشان يتأكد لان كمان الدكتور واللعيبة موجودة بشكل طبيعي جدا جدا من اول مواصل تونس حتى للعيبة وهم موجودين حتى في القاهرة زي ما قلتلك برضو سيهام انه هم على المستوى الصفر سفروا من القاهرة وبالتالي كان فيه مسحة في مطار القاهرة ووصلهم لتونس كان فيه مسحة في مطار تونس وبالتالي من ايام قليلة خالص كان كل العدد دوت مش متواجد بالمسحة سلبية المفاجأة ان العدد كبير جدا ويمكن الدكتور وليد منصور قال ده طبعا طبيب الفريق تصرحات زي ما قلتلك لحضراتكم ان هي كانت مفاجأة بالنسبة له مفاجأة للجميع لان كل اللعيبة الفترة اللي فاتت كانت المسحة سلبية كانوا بيقدوا التدريبات بشكل اكتر من رائع بيستعدوا لمباراة مهمة جدا جدا البداية لامام المنتخب الليبي فما كانش فيه اي زواهر تقول حتى او اعراض تقول ان ممكن اللعيب او اتنين عندهم كورونا وبالتالي الموقف زي ما قلت الموقف الرسمي لللوايح والخاصة طبعا بلوايح الفيفا ان البطولة هتتلعب باي فريق عنده عدد 11 لعيب داخل الملعب و 4 لعيبة احتياطي المسحة اللي هتتم الساعات اللي جاية بنقول يا رب ان شاء الله تبقى عدد كبير جدا من اللعيبة تبقى المسحة سلبية لان زي ما قالت سهم الكابتن ربيع ياسين بيشتغل يا جماعة من اكتر من سنتين يعني شغل اكتر من رائع مجهودات كبيرة جدا جدا وكل دوت عشان يعد منتخب قوي ياخد به تصفيات هذه التصفيات في تونس والوصول لامم افريقيا وبالتالي الوصول لكاس العالم للشباب كل الطموح ديت وكل الاخبار ديت في ثانية واحدة يمكن كل دوت يمكن قدامك كابتن ربيع ياسين قدامك اللعيبة كلها ان الحلم ده هدية فبنقول بنقول ان شاء الله باذن الله تكون هذه المسحة اللي جاية تكون عدد كبير من اللعيبة سلبية ان شاء الله يكون فيه خطأ في المعامل ممكن جدا وارد يكون الكلام ده لان طبعا مشوار طويل للكابتن ربيع ياسين وكل الاجهزة الفنيية اللي بتشتغل معها مشوار طويل هيتقطع في السكة ان شاء الله نتمنى التوفير للكابتن ربيع ياسين ومنتخبنا منتخب الشباب حتى انه بيقدي ادوار غير دوره يعني النهاردة التليفون الاستاذة هي السماء